مشاهدي نايل لايف عندي فكرة جميلة جدا خاصة بالتصوير الفوتوغرافي زي ما حضراتكو عارفين ومتأكدين ان احنا التصوير الفوتوغرافي في العالم كله وخصوصا العالم العربي بقى ناس كتير قوي بتحبه يعني كسير ممكن ما نكونش متخصصين في مجال التصوير الفوتوغرافي لكن عندهم العين اللي ممكن تصور الصورة وتثبيت اللحظة بتاعت الصورة الفوتوغرافية بقى بقى شائع كتير جدا من الناس بنات وولاد بيحبوا التصوير الفوتوغرافي عشان كده نهارك سعيد كان بيهتم بالتصوير الفوتوغرافي من قبل على فكرة الصورة وبعد الصورة برضو الفكرة النهاردة عندنا الاتحاد الاوروبي في مسابقة الاتحاد الاوروبي لتصوير الفوتوغرافي عمل مسابقة عن مصر مصر الجديدة مصر الجديدة يعني بعد الصورة هتبقى عاملة ازاي اشترك فيها عدد كبير من المصورين المصريين ونا معي اتنين كنت مستمتع جدا وانا بتكلم معهم برة قبل الفصل معايا بشوي فايز مصور فوتوغرافي واحد واحد الفائزين في المصابقة صباح خير صباح خير والاستاذ مصطفى عبدالعاطي مصور فوتوغرافي والفائز بجائزة محمد حسن صباح خير مصطفى انا عايزة ابتدي بصراحة شديدة جدا والفائز بجائزة محمد حسن ايه اللي جاب محمد حسن بالاتحاد الاوروبي محمد حسن الله يرحمه كان مصور في شروق تقريبه وهو كان فاز معهم في اول مسابقة خلص ينظموها في مصر من اربع سنين فهم جنف الشهر اللي هو توفى فيه وعملوا يعني جايزة باسمه تكريمة لي نعم وكانت الجايزة دي يعني اول مرة تتعمل يعني في الاتحاد نعم وكانت معمولة لاحسن صورة صحفية في المسابقة كويس او شو هي انت دارس تصوير ولا يعني خريج ايه هو انا خريج ادابي ياباني ومش دارس تصوير انا مسكت كاميرا حبيت التصوير ليت ان انا بطلع صور حلوة فبدأت اذاكر مع نفسي بدأت اعرى عن ننت كتير بدأت اعرى مجلات اللي جايت ما حسيت نفسي ان انا بتقدم في التصوير فبقدم نفسي بنفسي يعني بذاكر مع نفسي بنفسي كله سيل في استادي خريج ايه خريج اه كلية ادابك اسم ياباني قسم ياباني اه بكلم ياباني يعني بكلم ياباني طيب ما هرجع لك ما نشوف مستفى مش هسيبك عن موضوع ياباني مستفى انت برضو دارس ولا 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 هواية لا الهواية انا اصلا خريجي هندسع مرة السنة دي والموضوع بس برضو نفسي القصة ان انا يعني حابب الموضوع فبدأت ان انا اتعلمه بنفسي احضر اي حاجة فيها فوتوغرافية اه ندوة اي حاجة بحيث ان انا افهم اكتر اشتريت كاميرا وبدأت اصور بس انت الصور اللي انتو قدنتوها في المسابقة الخاصة بالاتحاد الاوروبي المسابقة الخاصة بالفوتوغرافية يعني كانت كلها عن الصورات صورة يعني ولا كان حاجة خاصة عن مصر بشكل عام هي معظم الصور عن الصورة وصور من التحرير وصور عن الصورة بس في صور تانية عن الاصور في صور عن مصر يعني مثلا واحد مسك علم الكرامة انا صورتي اللي هي جرافيتي صامدون ومعها واحدنين فمش شرط كلها عن الثورة بس حاجة بتدل احنا بنتمنى ايه المصر الجديدة او ايه شايفين ايه مصر الجديدة بعد الثورة انتو الاتنين مصطفى انتو الاتنين بتنزلوا بدان التحرير طبعا من اول الثورة ولا انا بلطان بتعرفوا بعض من قبل الثورة ولا قوة الثورة طبعا من الثورة بس يعني كان الموضوع مش في الميدان احنا اصلا كمصورين ممكن ان احنا نتقابل في حاجات تانية كتير فانا ادوات برضو ممكن ان نتقابل في اوتينج طبع اي مسلا مصورين تانين زي ما انا لكن العلاقة ابتدت وتتعرفها على بعض من الميدان اه تقريبا تقريبا تمام طب انتو بتدفعوا عن بعض مسلا اثناء الثورة المصور الصحفي نفسه اللي هو بقاله سنين يعني خبير في تصوير المعارك والحروب والبتاع بيبقى الان انتو ازاي كنتو بتبقى واقفين في وسط المشاكل دي والملوتوف والحجرة والضرب النار والشيء يعني يعني والشرطة طبعا كانت عمالة تدي غاز مسل الدموع يعني ازاي كنتوا واقفين وانتو ما عندكمش خبرة في هذا المجال اه هو يعني الناس كلها اللي كانت في الميدان ما كانش عندها خبرة فبس هو كل واحد بيتصرف بطبيعته ويعني بيقدر يتكايف مع الظروف اللي قدامه اه وانا كمسلا يعني كواحد عايزة انزل اصور ووثق حاجة زي كده اه انا ما كانش بيهمني قوي اي حاجة ممكن تكون بتحصل يعني ممكن يحصل اي مشكلة وخصوصا انهم نوعا ما بيستقصدوا المصورين اصلا اه لكن يعني هو الواحد تلقائي كده هو مش قادر يسيب الموضوع ان هو يعدي حاجة زي دين من غير ما يبين ايه اللي بيحصل للناس فانا كان يعني اي حق يعني مثلا في عندي هدف فانا قريدي مثلا الناس كل اللي حوالي معيني طبعا بنبهدل ونطلع عيني نفس كان الموضوع يعني مسير جدا وما اقدرش ان انا اسيبه يعني لكن المصور الصحفي بيجي له اردر انزل مدان التحرير انزل عن درامسيس بيجي له اردر لكن احنا بنصور عشان نحسين الموضوع يعني انا عن نفسي انا بصور عشان هنشر الصور على النيت والتويتر والفيسبوك عشان الناس تعرف ايه اللي موجود في التحرير اللي هو بيقوله عليهم حزب الكنبة عشان انا عندي سؤال يعني اه تفضل والدتك او والدك وانت نازل تصور في يوم 25 يناير او 28 او 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 احساسهم بيبلولك في البيتة بشوي خلي بالك من نفسك مصطفى اه نفسي القصائص كانوش بيعترضو كتير ان هما في الغالب عارفين ان انا هنزل يعني هنزل هنزل يعني هنزل اه بس وانا مش اقل من اللي اتصابو اللي ماتو في الصور اه انتو قابل لنا صورة بشوي اه والصور دي من ضمن الصور دي صور الفايزة صور الفايزة استاذة دينا بعد ازنيكس نتفرج على بداية صور كده اه دي صورة مين فيكو دي الصورة بتاعتي اللي فازت في المسابعة اه الشحالة يعني كانت تظروفها ايه فين كده دي كانت اه على مجمع التحرير هما طبعا بيسبوع يومين وبيمسحوها اه دي كانت في اعتصام 8 يوليو كانت الساعة 7 الصبح فكانت شفت كلمة اللي هو الجرافيتي صامدون واحد نايم جنبه فانا حسيت ان السورة دي معبرة قوي يعني ان احنا بعد الصورة صامدون مش هنيس حتى هو اه نايم مش مش همه برد مش همه اي حاجة تحصل له اه مقدم نفسه لاستشهاد مش مش سايب اهله سايب بيته عشان عنده قضية معينة عاوز اه يقولها عاوز يقول ان احنا اه محدش هيسرق صورتنا احنا احنا في الميدان يعني احنا عملنا صورة عشان التغيير نعم فحسيت ان السورة معبرة قوي ان اه والصورة دي اه سوري معلاش هدينا الصورة اللي هي بتاعت اه اللي فاتت بعد ايزنا كريم اه دي اللي كذبت اه اه اللي كنت على الشاشة من شوية دي اللي كذبت كذبت ايه بقى عشان لا مش ديه التانية ايوة دي صامدون هسامدون هي دي من افضل تلاتين صورة اللي موجودين اه في الاتحاد الاوروبي اللي هم اختاروهم اللي هتتحط في القالندر بتاعت سالة الفين واثناشر حلوة قوي حلوة قوي طيب نكمل بقى اه الصورة دي اه صورة دي من الصورة اللي بحبها قوي اه ده شخص ماشي ناحية اتجاه مبارك فاشان كده مسدول يعني يوشه للارض لكن اه لو شايفين الشادو بتاعه الزل بتاعه بيشدوا لناحية الصورة اولا يعني احنا عايزين ننسى كل حاجة بس الصورة اهم حاجة احنا عملنا صورة عشان ننسى خلافاتنا عشان ننسى كل حاجة عشان مصر عظيم نشوف كمان ايه الصورة دي كان مكتوب تحتيها سرخة حرية سرخة حرية ان احنا دي كانت مرسومة في الميدان عالارض عالارض تماما اه اه مرسومة في الميدان صرخة حرية يعني بيصرخ من اجل حرية يعني هو شايف الرسام انا اتكلمت مع الرسام اه اقل 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 ان هو شايف ان هو بعد الصورة ما فيش حرية يعني فيه السجناء رأي احنا عملنا صورة عشان فيه ديمقراطية عشان كل واحد يقول لمش عشان يتسجن مم مم الصورة دي عبدو سويد. اه كنت عاوز اقول لسه الالون ما جاتش. لسه الالون ما جاتش. حالو. تمام. تفضل. دي صورة جرافيتي موجودة جنب مداني التحرير عن اه الشهداء. الشهداء اه خمسة وعشرين يناير. فكانت عاجبني اوي التوصيك اللي بيحصل للشهداء اللي قدموا نفسهم لمصر. لبعده. دي طبع مين فيه? بتاعت مصطفى. اه. اتفضل مصطفى. اه دي كانت اه يعني ممكن احد يحلس انها في الثورة بس ما كانتش في الثورة. دي كانت اه في يوم عيد الفطر. مم. كنت بصلي هناك في الميدان. مم. وكان يعني واحد طلع كده فوق مكروباس. الميدان اصلا كان فاضي نوعا ما. مم. اه بس اه حبيت الصورة تكوينها. حلو. يعني. تحس انها فعلا جوة مظاهرة اساسا مش مش اه. اللي بعد. یہ كان يوم اه خمسة عشرين. لا ايه? لا مع هنا بعد اليوم. تمام. دي كان اول يوم يعني انا كنت نزل اول يوم دوا بس ما كنتش حاسس. اول يوم اللي هو كان يوم ايه? 25. كان يوم خمسة عشرون. اه. تمام. فانزلت يعني اه قلت يعني اشوف بعيني éléلوض عين وكده. اه يعني كان فيه ناس انا انا من انا من ناس مكنتش مش مصدق الموضوع اوي. اه بس فعلا يعني مع الاصرار والحاجات اللي انا شفتها في الميدان وممكن الراجل ده اكتر حاجة اه اثبتت لي لأ ان في ناس كتير اه يعني فعلا متخيلا ان ده هيحصل وان الثورة دي بجد ومش مش تهريك يعني. اللي بعد. دي اه انا في جبت حاجات بخصوص الجيش. اه عموما يعني بس اه دي دي من اللي قطعت اللي وحبها اه ايام ما كنت حاسس ان اصلا يعني الجيش ليه اه مكان في التحرير. اه بس اه يعني ياريت ترجع تاني. ايام ما كان الجيش ليه ايه? مكان. ليه دور عموما. اه. بعد يعني تقريبا من يعني انا حسيت الموضوع من بعد موقعة الجمل كده. اه. ان الموضوع بدأ يتهز. اه. وبعد كده ما بقيتش حاسس مواليد اي دور خلص. اه. يعني ده رأيك وفيه اراء تانية بتقول لا الجيش مازال حد دلوقتي حيسلم للناس الصور او المجتمع المصري بلدهم. اه ايه تاني? يا رب. اه. صور تاني. دي برضو حاجة عن الجيش. اه. اه هم قاعدين مستنين مش عربة يعني اه 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 ده كان يوم تقريبا اه تسعة وعشرين. اه. كان اول يوم ننزلوا فيه تقريبا يعني صور تاني يوم. اللي بعد. قاعدين منتظرين. اللي بعده دي ايه? اه دي الصورة اللي فازت في المسابقة. دي اللي فازت في المسابقة. اه. 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 هو يعني بقى يعني انا حسيت انها بتمثل يعني بالزات الاشخاص اللي انا حطتهم في في الصورة دي ان خدتهم كده بشكل ما غريب شوية. اه. اه. ان هو يعني بيتحركوا مش مش مبين الاشخاص. تمام. بقدر ما مبين ان فيه ناس عدت يعني. اه. اه. فكأنهم. دي اللي هي الفجائزة بجائزة محمد حسن. اه. هي دي. اه. فدي كأنهم من الارواح بتاعت الشهداء معدين في محطة المحطة بتاعتهم. ايوة. الجديدة. دي كان اول يوم يحط يغيروا فيه الاسم يعني. اه. كان اللي هو يوم تسعة وشرين تقريبا. اه. برضو نفسي قصة يعني. قبل قبل حظر التجول بحاجة بسيطة يعني. اه. وانا مرة بشوي. لا في صورة ايه? ايه تاني? دي بتاعتي برضو. اه. يعني الصورة محبرة انا مش حافية. حسيت انها بتاعت على مصر. اه برضو فرحانة على ما مش عارف يعني. اه. وشها في خليط اه غريب كده. اه. بس. عجبتني جدا في صورتها. في عندنا صور تانية? اه. 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 دي صورة برضو من الفيجين في المسابقة. اه. سلام. بس. اه. اه اه اه. السلام دي كانت مكتوبة امريدي على. اه. على رأبتها. اه. بلاش اقول. فاها يعني دي على رأبتها. اه. يعني على رأبتها. ومش انت اللي كتبتها يعني. لا لا. انا اه قدامي كده فمشيت وراها صورتها. اه. اه. اوكي. اوكي. كانت بحاجة تانية طيب؟ لا لا. مش حاجة تانية. طب حسيت ان هو يعني المكان ده اللي هو ممكن يعني اكتر مكان كان بيعبر عن ان واحد كرامته راحت او كده بالضرب عليه. ام. فلما اللي تركاتب عليه بالذات معبر اوي